موسيقى واحد وخمسون عاما على نصر اكتوبر المجيد نصف قرن من تجديد العهد والوفاء لتاريخ مشرق يستمد منه الأجيال المقبلة روح الكرامة والصمود الأوضاع الإنسانية في لبنان تتفاقم في ظل عضوان إسرائيلي مستمر وأمال العالم كالتلاشى في وقت هذه الحرب اليوم التونسيون يتوجهون إلى صندوق الاقتراع لاختيار رئيس جديد وسط تحديات اقتصادية وسياسية تقنية فيوتشر يوروبوت يمنح نظرة ثاقبة على حياة البشر القادمة ويحدث ثورة جديدة في مجال ذكاء الاصطناعي يسعد صباحكم على شاشة القاهرة الإغبارية حلقة جديدة من صباح جديد في صاحبة الزميلات العزاء يعني صباح الفل أية ورشب حبيبة ويارب اليوم جميل علينا كلنا وهو صراحة النهاردة يوم مش زي أي يوم لأنه بيحمل ذكرى نصر محفور في أذهان العالم العربي نصر السادس من أكتوبر عام 1973 واللي أتى بقرار شجاع من قائد الحرب والسلام الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ليصدر قراره بالعبور اللي أزهل العالم وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر واليوم هي الذكرى الحادية والخمسون لهذا النصر العظيم حيث سطر فيه الجيش المصري ملحمة عظيمة في التاريخ الحديث لنحتفل بهذه المناسبة اللي بتمثل يعني خطة أو لحظة فاصلة في تاريخ مصر والوطن العربي هذه الحرب ليست مجرد معرقة عسكرية بل كانت لحظة توحدة فيها الشعب والجيش معا لتحقيق النصر ومن هذا النصر نستلهم دروس لازلنا في حاجة لها حتى يومنا هذا رغم اختلاف الزمان فالرصاصة لا تزالوا في جيبنا كما عنونت المجلة العريقة المصرية روزال يوسف في آخر إصداراتها صح يا جد وحرب أكتوبر ما كانتش مجرد مواجهة عسكرية كان فيه درس كبير جدا في التحدي والإصرار في التخطيط في الاستعداد الجيد وقدر الشعب المصري وجيشه الباسل أنه هو يسطر ملحمة وطنية لا تتكرر إلا نادرا فيه التاريخ المعاصر قدم كل مصري أو كل مصري الغالي وأنه فيه سواء بالروح أو الجسد والمال وأيضا والدعاء لاسترداد أرض سيناء وإعادة أيضا الكرامة وطرد العدو الإسرائيلي صحيح يا آية مع كل ذكرى لحرب السادس من أكتوبر بنتذكر دماء الشهداء الطاهرة التي سالت على أرض سيناء الحبيبة والتي استعادها المصريون بعد مفاوضات سياسية تدرس في كل جامعات العالم في فن التفاوض وهو ما يجعلنا أمام حرب لم تحقق مكاسب عسكرية فقط بالعبور للضفة الأخرى من قناة السويس ولكن كان هناك مكاسب سياسية لم تتوقع النقبة السياسية في دولة الاحتلال نفسها ليعيد المفاوض المصري أرض سيناء كاملة لأحضان مصر ويتم أيضا رفع العالم المصري على كل المواقع التي كانت محتلة قبل معارك أكتوبر يعتبر حبيبة يبقى الأثر في هذه الحرب وطبعا مشاهدين هذا أبلغ وصف يمكن أن نتحدث بها عن حرب أكتوبر تأثيرها لم يتوقف منذ 51 عام فقط بل نزال التأثير حاضرا حتى اليوم فمن هذا التاريخ تغيرت المعادلات السياسية والديبلوماسية أيضا في عالم كبير يتحدى بعضه البعض وعرف العالم قوة وصلابة الجند المصري الذي حطم كل الأساطير التي رسمها العدو عن نفسه وأيضا كسر قواعد الحروب التي كان متعارف عليها وأصبحت معارك حرب أكتوبر خطة الخداع الاستراتيجي تدرس في كبرى المعاهد العسكرية حول العالم طبعا يا جاد يعني دايما بنستحضر مشاهد كتير ونحن بنتفرج على لقطات من حرب أكتوبر سواء كانت من خلال التلفزيون ومؤخرا أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتظهر كيف توجه الشعب المصري للتبرع بكل ما يملك لدعم جيش بلاده وأيضا التطوع كان أو الذهاب كان للمستشفيات من أجل التبرع بالدم لإنقاذ جرح الحرب وكذلك التطوع من خلال الفتيات للضمام لفرخ التمريض لإسعاف المصابين ملايين المصريين كانوا يعني وقتها أو تحولوا وقتها لجنود في هذه المعركة كل في مكان طبعا طبعا لكلامك يا جاد من المشاهد الجميلة اللي كنانا بنتذكرها أيضا من المواد الفيلمية اللي مشاهدة على شاشات التلفزيون هي المشاهد اللي استقبل فيها الشعب المصري الجنود المنتصرين وحملهم على الأعناق في كل مكان وده بعد أن استعاد الجيش المصري العزة والكرامة بعد نكسة 67 بالتحديد كما قال الرئيس الراحل أنوار السادات أن هذا الوطن بات له درع وسيف يا آية زي ما بنسترجع دايما تفاصيل النصر لازم نسأل نفسنا سؤال مهم وهو إيه اللي ممكن نعمله النهاردة علشان نواجه التحديات الجديدة إحنا ورثنا من جيل أكتوبر دروس مهمة جدا في الصمود والتخطيط وعلينا لنا نستجدم كمان الدروس دي في حياتنا اليومية وفي مواجهة أزمات العصر الحالية بالفعل حبيبة هذه الذكرى ليست مجرد احتفال بالماضي لكنها دعوة لتجديد العهد بالمستقبل زي ما نجحنا في أكتوبر نستطيع أن ننجح أيضا في مواجهة أي تحديات والأهم هو ثبات الروح الوطنية وتعليم الأجيال الجديدة أن ذرة رمال واحدة من أرض هذا الوطن تصحق أن يبذل فيها الغالي والنفيس وليس بالحديث أيضا مشاهدين فقط لكن عن الجهد والدماء فيعتبر لدينا تحية كل التحية لشهدائنا الأبرار في كل مكان الذين نحية في سلام بفضل أرواحهم الطاهرة التي بذلوها فداء لبلادهم وكل عام والشعب المصري والشعوب العربية بألف خير وفي سلام أيضا وأمان وقلوبنا دائما مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يحيق بهم من عدوان غاشم لا يكترث بمفاهيم الإنسانية وطبعا هنبدأ فقراتنا في صباح جديد بموضوعات متنوعة مشاهدين صباحكم جميل ويا رب مليان بالخير والرز الواسع والبركة ودايما بنبدأ أولى فقرات صباح جديد بنبدأ عن آخر أحوال التقس ويعني ما هو خاص بأي تدعيات منخية وغير ذلك في هذا الملف صباح الخير يا رش صباح الخير جاد وصباح الخير على كل متابعين والآن فقرة جوية جديدة نتعرف فيها على درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على دول العالم ترجمة نانسي قنقر شهدين استمرار حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة مع بدايات فصل هذا الخريف حيث تشهد بعض البلدان انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ونبدأ فقراتنا الجوية من حالة التقس في عدد من العواصم العربية وبداية من هذه العواصم تشهد القاهرة طقسا حارا نهارا ولطيفا ليلا وتصل درجات الحرارة يعتبر مشاهدينا نتابع الطقس الآن يتابع الطقس في القاهرة العظمى تصل الاثنين وثلاثين والصغرى تصل إلى عشرين أما في الرياض تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تصل العظمى إلى ثمانية وثلاثين وأيضا الصغرى خمسة وعشرين وفي أبوظبي التي تشهد طقسا حارا فتكون درجة الحرارة العظمى أربع وثلاثين والصغرى تسعة وعشرين وأيضا في تونس تشهد طقسا غائما وغير مستقر وتبلغ درجة الحرارة العظمى تسعة وعشرين والصغرى تسعة عشر وأخيرا الرباط وتشهد درجات الحرارة العظمى ثبع وعشرين والصغرى ثمانية عشر ويكون الطقس غائما أما عن درجات الحرارة في العواصم الغير عربية في البداية من لندن التي تشهد طقس ممطرا وتكون درجات الحرارة العظمى ستة عشر والصغرى أحد عشر أما في باريس فتصل درجة الحرارة العظمى إلى سبعة عشر والصغرى إلى أربعة عشر ويكون الطقس مصحوبا بصحب خفيفة وفي موسكو يسود طقس غائم على أغلب الأنحاء هذا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكون العظمى 13 درجة والصغرى 9 وفي واشنطن تسجل درجات حرارة مرتفعة وتكون العظمى 26 والصغرى 17 وأخيرا بكين تسجل درجات الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 11 مشاهدين من درجات الحرارة ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ضرب إعصار هيلين الصاحل الشمالي أو الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة مسبف في فيضانات هائلة هذا في عدة ولايات أصفرت هذه الفيضانات مشاهدين عن مقتل 189 شخصا وفقدان آخرين وأيضا تسبب هذا الإعصار في إجلاء آلاف السكان وتستمر جهود الإنقاذ هذا وسط الأضرار الواسعة والدمار موسيقى 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 اشتركوا في القناة موادنا مع جولة جديدة في عالم الصحافة سنتعرف من خلالها على أبرز ما تناولته الصحف وكالات الأنباء العربية والدولية البداية من صحيفة الشرق الأوسط ولنشر التقرير بتقول فيه أن إسرائيل شنت غارات جوية غير مسبوقة على لبنان في أقل من ثلاثة أسابيع مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أيضا ما يقرب من 7500 أخرين ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم وده وفقا لوزارة الصحة اللبنانية أشرت الصحيفة إلى أن هذا القصف الذي تقول إسرائيل أنه يستهدف معاق الحزب الله في البلاد بيعتبر أكثر حملة جوية كثافة في العالم خارج غزة في العقدين الماضيين وده وفقا لمجموعة مرأبة الصراعات Air Wars صحيفة النهار اللبنانية ندت فيها مفاوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فليبو جرانزي لدى وصوله إلى بيروت بما يواجه لبنان من أزمة مروعة وده بعد فرار مئات الألاف من منازلهم على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في البلاد قال جرانزي إن لبنان يواجه أزمة مروعة حيث مئات الألاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية مضيفا أنه جاء إلى بيروت تضامنا مع المتضررين لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية هنروح لموقع القاهرة الإغبارية حيث أعلنت نقابة الأطباء اللبنانية خروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب مورسات الاحتلال العضواري على البناء التحتية إضافة إلى مقتن نحو 50 شخص من الأطقم الطبية قالت النقابة إن جرائم الاحتلال بحق الجهاز الطبي تخرق مواثيق الأمم المتحدة وتنقض أيضا بنود اتفاقية جنيف لافتة إلى أن الجرائم التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الجرحة والأطباء والقطاع الصحي بتستدعي تدخل عاجل طالبت طباء لبنان منظمات الصحة العالمية والأمم المتحدة بوقف مجازر الاحتلال بحق فرق الإسعاف والجهاز الطبي اللبناني المزيد ينضم إلينا من جنيف سفير الدكتور هيثم أبو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف صباح الخير دكتور هيثم معنا في صباح جديد وبداية كيف ترى تصاعد وحدة الضربات الجوية الأخيرة في لبنان اللي بتنتهك كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبرأيك لماذا لا يكترث الاحتلال بكل المناشدات الدولية لوقف هذا القصف المستور سواء في لبنان أو في غزة نعم طبعا خير لك ولكل المشاهدين طبعا المشاهد مأساوي جدا الحالات الإنسانية المزرعة العالم في الطرقات مشتتة ليس هناك من مأوة لكل المنازحين الوضع الصحفي حتى سيء جدا أقول بالمناسبة تعيني أصحف ما قلتهم في المداخلات في حالة عمرين في قليل حول الصحف التي قالت أن هناك ثلاث مستشفيات لا الحقيقة هناك أرى مستشفيات خارج الخدمة وليس السلام هذا أولا أما لماذا تقوم إسرائيل بهذا الأمر؟ يعني هذا يعود إلى فشل القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية في تحقيق النجازات منذ حوالي السنة حتى اليوم هذا الأمر بالنسبة للقيادة السياسية والتعليل للرئيس حكومة إسرائيل هذا خطير جدا لأن هذا سيحكس على وضعه الشخصي تجاه الحكومة، تجاه الشعب، تجاه القانون الذي هو أيضا مطارد من فلاله لذلك أن هناك محكمتين الزرطاء كان بحق إسرائيل وقادة إسرائيل هلو هي العدل الدولية والجنائية الدولية؟ هناك طلب من المتاع العام في توقيف إستطولة إسرائيل ووزير الدفاع جالب فبالتالي كل هذه الأعمال التي نراها ونشهدها اليوم وخلال هذا الاعتداء الساكر على المبنانيين في الجنوب وفي كل المناطق وليس فخص في الجنوب المبناني اليوم القصف يطال عدد كبير جدا من المدن المبنانية في نقطة المحافظات وبالتالي كل هذا باعتقالنا هو لعدد تحقيق أي نتيجة بيدانية وهناك أيضا الغروب إلى الأمام لجهة هو يحاول أن يشتري الوقت حتى لا يدخل في البذار والسجار القانوني المحلي في إسرائيل والدولي مع نضوح أكثر من مليون شخص دكتور هيثم أبرز التحديات الإنسانية برأيك اللي يوجدها لبنان الآن وكيف يمكن للمجتمع الدولي تقديم دور أكبر الآن هناك دار يقوم به المجتمع الدولي على المستوى الإنساني هناك مساعدات تصل إلى لبنان هي مساعدات مهمة جدا المخلوب قد يكون أكثر من ذلك ولكن حتى الآن يمكن الاستعانة بهذه المساعدات على وعلى أن لا تستمر هذه المأساة لأن استمر هذه المأساة هذا يعني استنذاف أيضا في كل المجتمع سواء كانت المحلية والدولية وهذا أيضا يطير من الأدمة الإنسانية الحاصلة اليوم في لبنان وفي غزة ومن يدري يعني حتى رأينا أن هناك استهدافات عسرية لسوريا وهناك تهديدات من قبل القيادة الأسرائيلية أنها تريد أن تتوسع أكثر إلى اليمن بشكل مباشر وإلى العراق حتى فهذا لن يستثني حتى يمكن لول أخرى حسب ما نسمع ونرى في بيانات القيادة الأسرائيلية نكتور هيثم أني حالك وضحت لنا بأنه حتى الآن خروج أربع مستشفيات عن الخدمة الطبية هل يمكن لنا أيضا أن توضح الانتهكات التي تعرض لها التقم الطبي البناء التحطية الطبية وما هي أيضا الخطوات القانونية الدولية التي يمكن اتخذها الآن نعم هناك تعرض سافر للمصعفين في الميدان وهذا أيضا يعود إلى نية أسرائيل قتل على الكبير من المدنيين عندما تمنع التواقم الطبية أن تصل إلى الأماكن التي قصفتها من الجو أو من البحر حتى يقوموا بواجبهم الطبي فهذا الأمر جد مهين هناك حتى نقص في المواد الطبية في داخل المستشفيات بدأنا نسمع بعض الأصوات فإذا ما استمرت هذه الحرب الغائم متكافئة إذا أركت فهذا سيديد من هذه المعاناة الطبية مزيد من المأساة حتى اللحظة دكتور هيسم كيف تقيم استجابة المنظمات الحقوقية الدولية حتى الآن وما الذي يمكن أيضا فعله لضمان محاسبة المسؤولين عن الدمار وخسار الأرواح في لبنان أولا سأبدأ من هنا محاسبة الدمار البشري والحجري هذا له إطار آخر أعتقد أن الدولة اللبنانية يمكن أن تعد ملفها بشكل كامل وأن تتقدم بشكوى خارج الشكوى التقليدية التي تقوم بها الدول وهذا أمر سيتم معالجته مع الحكومة لاحظة أما ما قامت به المنظمات الحكومة التوقفية حتى الآن هي تقوم بأدمى الواجب المناط لها وفق جساتيرها وفق عملها المعتمد داخل الأمام المتحدة أما تطبيق هذه القوانين فهذا لا يعود فقط إلى الأجهزة الحقوقية والأمامية هذا يعود أيضا إلى استجابات الحكومات فنحن هنا أمام غطرس الأسرائيلية تستند إلى دعم دولي من بعض الدول النافذة ذات صح أصحاب القرار إذا أردت التي يمنع حتى الآن أي محاسبة مباشرة أجد إسرائيل وبالتالي هذا الفيتو الملعون اليوم الذي يستعمل على القضايا الإنسانية هذا يجب أن يتوقف هذا ما تسعى إليه اليوم أعتقد في الأمم المتحدة وتحديدا الأمين العام الأمم المتحدة السيد أنطوليو جوتاريش والمقاوض السلامي لحق الإنسان وحق البعض اللاجئين الذي أيضا يعاني في الميادين وأعتقد أنتم ترحتم معاناة المنظمة وبالتالي كل هذه المآثي تعتص سلبا على الأداء الميداني للمنظمات الحقوقية والجنسانية السفير الدكتور هيثم أبو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جناف شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا طيب هنروح لتونس بالتحديد ومن صحيفة الشروق التونسية حيث تجرأ اليوم الانتخابات الرئاسية في تونس حيث سيختار النخبون رئيسهم الجديد وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس وسط تحديات اقتصادية سياسية بتواجه البلاد يتنافس في هذه الانتخابات عدد من المرشحين الذين يمثلون تيارات مختلفة ما يزيد من أهمية التصويت وتأثير أيضا على المستقبل التونسي وللمزيد حول الانتخابات التونسية تنضم إلينا نسرين رمضاني مرسلة القاهرة الإغبارية صباح جديد عليك نسرين ولو تنقل لنا الأجواء في البداية لديك قبل بدء التصويت وهل هناك أي قلق من قبل الناخبين بشأن المرشحين صباح الخير عليكم جميعا نعم اليوم هو يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية 2024 وهو أيضا اليوم الثالث الاقتراع خارج البلاد والذي يجري في أكثر من خمسين بلدا اليوم تبدأ بفتح أبواب أو مكاتب الاقتراع بعد حوالي ساعة ونصف من الآن يعني على تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي ليس هناك مكاتب اقتراع تفتح بصفة استثنائية على عكس محطات انتخابية سابقة نظرا لأن طبعا الأوضاع هنا فيما يتعلق بالطقس وكلها مناسبة لكي تفتح أبواب الاقتراع في نفس التوقيت بدون توقيت استثنائي هناك حوالي خمسة أو أكثر من خمسة ألاف مركز اقتراع في كامل البلاد وهناك يعني أكثر من تسع ملايين ناخب مسجل يعني مسجل اسمه في السجل الانتخابي نظرا لأنه تم اعتماد منذ فترة لطريقة التسجيل الآلي في السجل الانتخابي وبالتالي الآن يتضمن هذا السجل أكثر من تسع ملايين ناخب 6.6% منهم موجودون خارج البلاد يعني يصوتون في مكاتب الاقتراع خارج البلاد وأكبر منطقة ولاية في تونس تشهد مراكز انطلاقة والأكثر من مراكز الاقتراع عفوا هي ولاية سفاقس التي بها أكبر عدد من مراكز الاقتراع وأكبر مركز الاقتراع موجود هنا في ولاية بن عروس المحاذية والمرتبطة اللوجستيا بالعاصمة تونس وأيضا هناك نتحدث أيضا عن انتظارات التونسيين من هذه الانتخابات الرئاسية بشأن المخاوف ليس هناك مخاوف كبيرة بشأن المترشحين لانتخابات الرئاسية وهم ثلاثة نذكر أنهم قيس سعيد الرئيس الحالي والذي يسعى لتجديد عهدته الرئاسية هناك أيضا الأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة عزيمون العياش الزمال والذي جمد يعني منصبه ورئاسته لهذه الحركة وهو الآن بالمناسبة هو موجود في سجن الآن وله قضايا وتهم مجهة له تتعلق بتزوير تزكيات شعبية واستعمال واستغلال معطيات لمواطنين بطريقة غير قانونية طبعا نتحدث عن معطيات إلكترونية لمواطنين وتم هناك أحكام صادرة بسجنه في مناسبتين هناك أحكام بسنة وثمانية أشهر في محكمة جندوبة وهناك أيضا حكم آخر بسجنه 12 سنة تصل هذه الأحكام وعقوبتها إضافة إلى الأحكام السجنية طبعا إلى منعه من الاقتراع وحرمانه من الاقتراع ومن الترشح لأي منصب في الانتخابات مدى الحياة طبعا هناك أحكام تعقيبية ستتلو هذه الأحكام لنرى وضعية هذا المترشح الذي تبدو حاليا ضببية فيما يتعلق بانتظارات التونسيين من هذه الانتخابات طبعا يتطلع لها التونسيين بانتظارات كبيرة نظرا لأنهم يرون أن منصب رئيس الجمهورية والوحيد القادر على تحريك الأمور وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية طبعا أيضا على الوصول المياسي خاصة وأن كل العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط تشهد وضعا دقيقا دعيني نسرين أقف معكي عند هذه النقطة هذه الانتخابات بالفعل تقصي في وقت حساس وسط تحديات اقتصادية وسياسية بتواجه البلاد ما هي أبرز القضايا اللي بيتوقع أن هي بالفعل تؤثر على نتائج الانتخابات نسرين وإزاي بتتعامل الحملة الانتخابية أيضا مع هذه القضايا المختلفة نعم الحملات الانتخابية نظرا كل حملة الانتخابية المترشحين الثلاثة تطرقت وقدمت وعود انتخابية تتعلق بالتنمية تتعلق بتركيز على أهم القطاعات التي تعتبر الأعمدة الرئيسية للاقتصاد التونسي من بينها طبعا نتحدث عن الاستثمار نتحدث عن قطاع الصراع ونتحدث أيضا عن علاقة تونس بالدول وبالمنظمات المانحة وما إلى ذلك فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط كافة أو كل الحملات الانتخابية كان لها تقريبا موقف واحد طبعا هو داعم للقضية الفلسطينية وهذا موقف تونسي يعني هو جامع لكل تونسيين القضية الفلسطينية وفيما يتعلق بلبنان كان هناك تنديد كبير بالعدوان من الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان وأيضا العدوان والحملات الهمجية التي يتعرض لها الفلسطين هناك هذه النقطة أو هذا الملف ربما هو الملف الأبرز الذي يجمع المترشحين ثلاثة نظرا طبعا هناك الملفات الأخرى المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتماهى في بعض النقاط وتختلف في بعض التفاصيل بحسب توجهات كل المترشح واهتماماتها رئيس قيس سعيد أكد أنه سيواصل محاربته للفساد وتحدث عن المتآميرين على أمن الدولة الداخل والخارجي وقال أنه سيسعى دائما إلى محاربة هؤلاء سنتابع معك نسرين على مدار الإلساعات القادمة كيف يستعد المواطنون بالفعل لهذا الحدث الديمقراطية المهمة كمان سنتابع أيضا مؤشرات نسبة المشاركة في هذه الانتخابات شكرا لك نسرين الرمضاني مرسلة القاهرة الإغبارية كونسي معنا من تونس هنروح مرة تانية لجاد وحبيبة لاستكمال باقي فقرات صباح جديد شكرا لك آية والآن ننتقل إلى موضوع آخر منذ بدء العضوان الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلا وأكد الشعب اللبناني بكافة تواقفه على التمثب بوحدة واستقرار بلاده وأيضا رفض كل مظاهر الاعتداء التي يتعرض لها الجنوب ومن هنا تأتي الرسالة التي خرجت بها مبادرة قوتنا بوحدتنا والتي تؤكد على هذا المفهوم وجمع التضامن الإنساني العالمي تجاه قضية لبنان يجد الحقيقة حبيبة المبادرة هي استكمال لمبادرات كتيرة كنا بنرصدها على مدار الأيام القليلة الماضية والدعوة وجهت لكافة المؤثرين والمفاكرين والإعلاميين والمثقفين من داخل لبنان وخارجها لشحن الجهود لإرسال رسالة إلى كل العالم والتأكيد على وحدة الشعب اللبناني خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والعنف الذي يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر هذه المنازل المفتوحة للجميع أو حتى تحويل المسارح اللبنانية إلى مراكز إيواء للأطفال وغير ذلك هذه مبادرة أخرى مبادرة نتابعها وإياكي ما هي القيمة المضافة أو ما الذي ترغبون في تحقيقه من خلال هذه المبادرة صباحي خير وبداية بدأت رحمة على صفادئنا بالوطن وإتمنى الشفاء العاجل لجربة بالضبط مثل ما تفضلت وزكاريت هي نشأت هذه المبادرة بناء على المبادرات التطوعية والميدانية اللي عم بقوم فيها الشعب اللبناني سواء أفرادا أو مؤسسات أو جمعيات أو مطاعم أو مزارح أو مدارس كلها فتحت بيوتها وتقسمت لقمتها وتقسمت كلها محبتها مع الناس حين واللي هم يعني المعظم من طواقف أخرى وهيدا المشهد اللي هو مشهد تاريخي بلبنان مشهد إنساني تعدامني شاركت فيه كل الطواقف اللبنانية كل المناطق اللبنانية كل الناس في لبنان كل الشعب اللبناني سواء هو كفرد مثل ما حضرتك وتفضلت سواء عائلة أو مؤسسة هذا المشهد نحن حبينا نأكده لأنه المبادرات التطوعية موجودة المبادرات الميدانية موجودة الإغاثة على أهميتها ونحن أكيد نناشد أكتر لأنه في حالات درماتيكية وتحولات يوم بيوم وساعة بساعة أكيد نحتاج المزيد من المساعدات بس كمان الموضوع الوحدة اللي هي أساس نحن أساس مشكلتنا في لبنان اللي هي أساس طموحنا وأحلامنا كلها اليوم بتوقف عند أنه نتوحد وليوم عم بيجسدوا الشعب اللبناني فنحن باعتبارنا شبكة دولية لدراسة المجتمعات العربية اللي بتضم أكتر من تسعين مركز بحسي ومؤسسة علمية وجامعية ومخبر بحسي وأكاديمية حول العالم مش بس بالعالم العرب كمان دولي اللي بيدرسوا المجتمعات العربية من مفكرين ومن أكاديميين ومن باحسين حتى انضمت لنا مؤسسات إعلامية واليوم أنا بتشكر القناة الإخبارية على هذا التباني ونشر هذه الصورة التي يستحق الشعب اللبناني بتضامن الإنساني اليوم وأيضا تلفزيون الغاد وأيضا تلفزيون مريم وأيضا كل القنوات الإعلامية اليوم وبكرة أوربت كل القنوات الإعلامية تساهم في رسالة توعوية القيمة المضافة هي أننا نصنع رسالة وطنية موحدة إنسانية توعوية فكرية إلى جانب المبادرات الإغاثية المهمة جدا نحن نريد أن نظهر هذا المشهد من الميدان ونظهر أبطال لبنان هي رسالة لبنان لأنه بالفعل لما يكون في تنوعه بلبنان وتواقف أخرى هي عم تفتح بيوتها وهي عم تفتح قلوبها هذا يعني أن الشعب اللبناني رسالة كل المقاس وكل الحروب وكل ما يتعرض له من عدوان وحشي قاتل مسهم همجي هم لا تزال إرادة تصنع روايات جديدة عن الشعب اللبناني تصنع صبوضة من يوم كما ذكرت دكتورة مريز وضع إنساني صعب بيتعرض له اللبنانيون خاصة في الجنوب بعد خروج مستشفيات عن الخدمة وسقوط مئات من الضحايا من المدنيين ما هو المطلوب من المجتمع الدولي من وجهة نظرك؟ يعني المجتمع الدولي المجتمع الدولي الجميلة اليوم كان يحكم منذ قليل عن لماذا تتمر إسرائيل بهذه المحركة وهذه الإبادة الجواب ليس فقط لأنهم لم يحققوا أهداف إنما أيضا لأن هناك صمت وتواطئ دولي العالم كله يتواطئ مع هذه المحركة مع هذه الآلة الغاشمة الآلة العدوانية التي دولة بعد دولة وأرض بعد دار أرض تنتهكه ولا تنتهك إلا المدنيين هذا الصمت الدولي اليوم ماذا نناشد؟ ماذا نناشد؟ أي مجتمع دولي؟ شفنا بغزا واليوم الدورة على لبنان وبقرة بالعالم العربي وغدا بالعالم الأوروبي وغدا بالعالم كله إذا لا يقف القانون فوق إسرائيل القانون هو الذي يحمي والقانون هو القوانين كله مع المجتمع الدولي يجب المجتمع الدولي أن يضع القانون فوق أي دولة يتخضع إسرائيل وغيره لكل القانون الدولي وإلا لا معنى لقانون الدولي وإلا معنى نحن كمفكرين أو كجماعة علمية أكاديمية أن ندرس هذا القانون الدولي لهذه البرفاجندا اللي كتير صارنا زمان نحن نسمع عنا ومندرسها لأطلابنا اليوم سقطت سقطت كل الموافق الدولية حتى الجمعيات حتى المنظمات الدولية نحن شاركنا كتير بمنظمات دولية كلمة الطفل أما اليوم يبعد الطفل ولا نستطيع أن ننقذه وبعده تحت الركام ولا حتى أي منظم اليوم المنظمة الدولية لإنقاذ الطفل كيف هذا التناقض كيف هذه الازدواجية بالمعايير ماذا نطلب من المجتمع الدول المجتمع الدولي صامت صامت بتواطق صارخ وإذا ما كان نحن كأكاديمي كشبكي دولي دراسة المجتمعات العربية ككل المفكرين نصنع فكرة أخرى نحن نصنع مجتمع جديد نحن نصنع فكر جديد هذا ما يتطلب المجتمع المفكرين ومجتمع النقبي ومجتمع الإنساني وكل الكنوات الإعلامية وكل الإعلام يجب أن يساعد بأفكار جديدة غير ما نراه وغير ما نراه من شريعة الغاب اليوم كل محفظة بضيسينة أي قضية حق عم بيكون هو تصار ضحية لها ما جاءوا للإبادة تحولت كل الدول لإبادة هذا ما ينتظره العالم اليوم بهذا القرن بعد أن تغنينا بحقوق الإنسان بعد أن شهدنا الديمقراطية بعد أن شهدنا كل القوانين الدولية التي المفترض أن تحمينا ما ننتظر من المجتمع الدولي نحن لا ننتظر شيء نحن اليوم بلبنان ننتظر وحدتنا ننتظر أن نتوحد كلنا كشعب لبناني لأنقاذ بلدنا وأرضنا اللبناني المشترك اللي بيش معنا ما معنا حدا هذه الحقيقة نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتورة ماريز يونس على كل هذه التفاصيل ويعني صوتك ورسالتك وصلت لنا بشكل واضح شكرا جزيلا لك هنروح لفقرة أخرى تكنولوجية جديدة لتعرف على آخر مستجدات هذا القطاع حول الأهلا ترجمة نانسي قنقر كشفت شركة متى عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يدعم موفي جان مصمم لدعم وإلهام صنع الأفلام تحديدا بغض النظر عن حجم مشاريعهم هذا النموذج بيستخدم أو بيعتمد على تقنية التحويل النصي إلى فيديو فيقوم بتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو مع صوت وموفي جان ليس مجرد نموذج واحد بل مجموعة من النماذج الأساسية التي تعمل معا مع التركيز على تقنية تحويل النص إلى فيديو يتم إنتاج الصوت ليتوافق مع الموضوع المحدد لهذا الفيديو تقدم المدعي العام في ولاية تيكساس كين باكستون بدعوة قضائية ضد منصة تيك توك متهما الشركة بأنها خاركت القوانين الجديدة المتعلقة بخصوصية الأطفال في الولاية وتعد هذه الدعوة أول اختبار للقانون حماية الأطفال عبر الإنترنت في تيكساس والذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر ويهدف إلى تعزيز دور الأهل في حماية خصوصة أبنائهم أثناء استجدام الإنترنت أكتر من 25 جمعية ستدعو منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة إلى اتخاذ تدبير ملموسة لحماية النساء من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وفي هذا النص الموجه إلى المسؤولين في مجموعة مته اللي بتضم فيسبوك وإنستجرام واتساب وكذلك منصات أكس ويوتيوب وتيك توك وسنابشات دعت هذه المنظمات الشركات إلى تحسين رصد المحتوى المتحيز والذي ينطوي على كراهية ضد النساء عبر منصاتها أكدت منصة يوتيوب أنها أصلحت خطأا تقنيا تسبب بإزالة ألف الحسابات والقروات إذ صنفت تلك الحسابات بنحو غير صحيح على أنها تنشر محتوى احتياليا أو رسائل غير مرغوب فيها بدأت المشكلة عندما اشتكى مستخدمون عاديون غير منشئي محتوى ومنهم أصحاب الشركات المأجورة من فقدانهم الوصول إلى محتوى يوتيوب طيب الموضوع اللي جاي هو يعني خيالي وفي نفس الوقت حقيقي يعني تخيل معايا أنك ممكن بتجري محاذة مع نفسك في المستقبل وبتتدي تتعرف على نفسك في المستقبل وضعها الاجتماعي وضعها المهني عامل إزاي وانت قاعد النهاردة وكمان تكتشف منها مسارات الحياة المحتملة وكمان ممكن تتلقى التوجيه بشأن القرارات طويلة الأجل كل ده مش خيال بل أصبح حقيقة من خلال تقنية ذكاء الصناع الجديدة اسمها فيوتر يو أو أنت في المستقبل بتمنح المستخدمين خدمة جديدة بالتعرف على ملامح مستقبلهم حقيقة يعني حاجة عجيه شيء صادم ومبهر يعني يا جاد التكنولوجيا دي صممت لأداية ذكية لسد الفجوة بين الذات الحالية والمستقبلية اللي ممكن تساعد المستقدمين على تواصل مع دوتهم المستقبلية وتعزيز عملية اتخاذ القرار والحد من القلق بشأن ما ينتظرهم ترجمة نانسي قنقر المزيد من الفهم والنقاش حول هذا الموضوع ينضم لنا من عمان دكتور أشرف بني محمد المتخصص في مجال التكنولوجيا ودكاء الاصطناعية أهلا بحضرتك دكتور أشرف يعني صباح الخير بداية إيه هي الألية اللي بتعمل بها تقنية فيوتشيو وكيف تتمكن من إنشاء حوارات معقولة مع المستخدمين وعلى خير عليك وعلى جميع المشاهدين الموضوع بكل بساطة هو بنية على الجنورتف اي 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 او الاصطناعي التوليد بكل بساطة المستخدم بده يعبي ويعطي جزء من معلوماته الشخصية طموحاته تحدياته وفي الغالب هذولا بيكونوا أعمارهم يعني مستهدف الأعمار المستهدف بيت 18 و30 سنة علشان يدر النموذج انه يتوقع كيف ممكن يكون مع السبتين وحتى بيولد له صورة يعني صورة كيف بيكون شكله حتى على عمر السبتين فهو بكل بساطة بيعتمد على مجموعة من النماذج خليلين نحكي اللي هي بسموها large language models بالاضافة لخليلين نحكي مجموعة من الأدوات الإحصائية أو المعادلات الإحصائية اللي زي ما احنا بنتوقع فيها مثلا عسب المثال كيف أنا إذا بوفر اليوم مبلغ معين من المال كيف بده يصير بالمستقبل بالاضافة للمعلومات الشخصية اللي بيأخذها من المستخدم وبيكون في حوار بينه بين المستخدم علشان يقدر يحكي ويولد نسخة الأخرى منه في المستقبل بتشمل ايش بيحد ايش بيكره عائلته هل هو متزوج هل يطمح بمثلا أنه يصبح مليونير أو بيصير عنده مبلغ معين من المال وبناء على المعادلات هاي وبناء على بيصير في خلينا نحكي والكبرات الموجودة اللي صارت مع الناس خلينا نحكي بيعتمد على بيانات كم كبير من البيانات كيف تطوروا الناس وبناء على ذلك بيتم لنحكي تخصيص بحوار ما هو المتوقع وماذا يمكن أن يتوقع في المستقبل طيب يعني والله دكتور اللي بتقوله ده يعني هو ما زال ضرب من الخيال لأن أنا بحاول بس يعني أفهم أبعاد الحكاية الفكرة كلها أنه مثلا يعني هو بيعتمد على أن أنا لازم أغزيل أول بمعلومات شخصية خاصة بي علشان يعني لو السؤال الدارج لما بتروح تعمل انترفيو بيسألك شايف نفسك فين بعد خمس سنين فهو هيقدر يجاوب لنا على السؤال ده يعني ما بقدر يجاوب لنا مية بالمية بس إذا بتشوف كمان يعني بالإضافة لهذا السؤال المهم اللي تفضلت فيه يعني هو الفكرة فيه أنه كداش أنا بقدر أعرف عنك بيانات وكداش بقدر أساعدك بالتخطيط لمستقبل ما بعرف إذا بتعرف حضرتك شفت كثير فيه انفلونسرز بيوقفوا الناس بالشار بيحكوله يعني سؤال إذا كنت شو بتعطي نصيحة لحالك قبل 30 سنة أو لما كنت عمرك مثلاً عشرين هذه نصائح تجمع أيضاً وتدخل في نموذج البناء بكل مساطة مرة تانية إذا اليوم أنا بدي أخطط على سبيل المثال يكون معي بعد عشرين سنة أو لنفرض مثلاً عشرة مليون فكيف ممكن أوصل لهذا الهدف فهو بيمشي بالعملية الأكسية لإلها كيف ممكن أنت تنمو وتتطور في شغلك شما هو المستقبل فهو بعتمد على كم كبير وهائل من البيانات اللي مبنية على أيضاً مش فقط تحليلها لكن على معادلات رياضية إحصائية بتساعده على التنبؤ بشكل توقعي وهذا توقع مرة أخرى يعني لا يمكن بشكل كبير أنه إحنا نتوقع لكن كان أصلاً الهدف منه يعني هو تعاون بين هو رسالة دكتورة لطالب في أمايتي ميديا لاب مع مجموعة من الباحثين من يوسي لأي ومجموعة من الجامعات من ضمنهم هارفر الفكرة فيه أنه يعطينا الثقة ويعطي الناس الثقة للتخطيط بشكل أفضل للمستقبل ولا يمكن أن يتوقع بالمئة ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل لكن هم يعملوا دراسة على تقريباً 355 شخص تجربوا هذه الأداء دكتور أشان كنت لسا بتكلم أنا وجيد أنه الموضوع ده جنوني ومبهر جداً يعني إزاي ممكن يأثر ده على صحة المستجدمين نفسياً يعني اللي يجربوا زي ما تفضلت فضرتك يعني اللي يجربوهم عليهم يعني اللي يستخدموا هذا النظام يعني تقريباً 355 هدولا كان انطباع أكتر من 79% منهم كتير يعني مرتاحين أكتر لتخطيطهم للمستقبل ورؤيتهم للمستقبل فهو أداء سايكولوجيكال مهمة وزي ما إحنا بنحب أن نشوف كيف ممكن يكون شكلنا بالمستقبل كيف ممكن ماذا نتوقع في المستقبل هذه الأداءة بتساعدنا يكون في عنا تقع أكبر في تخطيطنا للمستقبل في رؤيتنا كيف يمكن أن يكون المستقبل إذا تغيرت هذه العوامل يعني لو حبينا أن نحنا نحط الكلام اللي حضيك بتقوله في أمثلة أنه أنا كمحمد بكلم محمد المستقبل بقوله أنت رأيك إيه فيها مثلا دلوقتي هل محتاج أن أنا عدل من بعض جوانب الحياة من سلوكيات من يعني أنت مبسوط يعني هل هو ده اللي هيحصل أو هل هذا يعني الحوار ده هو ده اللي هيتم بالفعل مليون بالمئة لكن بالأول بدنا نغديه بمعلومات عن قدرتك بمعنى ما هو معدل دخلك إيدان متزوج أو لا عدد الأفراد وين تسكن معلومات تفصيلية ومجموعة من الأسئلة اللي بدك تجاوب عليها تمام يعني نحنا افترضنا أن نحنا إداني لكل المعلومات أنا متزوج ولا لأ دخلي عمل إزاي وضع الاجتماعي ميولي اهتماماتي كل ده أخد المعلومات وبعد كده هو هيخلق الصغف العظيم يعني نموذج مني للمستقبل يعني ويبتدي يبقى فيه محادثة رايحة جاية هو هيقول لي إنت تمام إنت يمشي شمال يمشي يمين إنت خد بالك من النقطة ديت إنت بتصهر كتير لأ إنت بتصحى يعني هيكلم معايا بكل الحواديد دي بالضبط لأنها بنيت على مرة تانية سيدي هي بنيت على ماذا ماذا إنت أعطيتم من المعلومات ما هي طموحاتك ما هي توقعاتك المستقبلي ما هي التحديات اللي بتواجهها اليوم إيش الأشياء اللي أنت بتحبها وبتكرهها بناءً عليها وبناءً هل نماذج لكثير أشخاص لأن نحكي لهم نفس القصاص نفس الطموحات ونماذج قريبة من هذه الشخصية بيصير يعطينا الفيدباك والمتنى مرة تانية على بيانات على كم كبير من البيانات اليوم إحنا بنعرف رياضياً مثلاً على سبيل المثال إذا بنا ننزل وزننا شو لازم نعمل وشو لازم نأكل يعني في عندنا خلينا نقول تمام يعني الحقيقة دكتور إحنا مبهرين وطبعاً الكلام مش هيخلص معنا لأنه الواحد ممكن يحط السيناديوهات كتيرة وفكرة الحوار ده مش هتخلص أنا هيب أشكرك على يعني وفرة المعلومات وتوضيح هذه التقنية يعني أكيد هتكون محل جدال والنقاش في الفترة القادمة دكتور أشرف بني محمد متخصص في مجال التكنولوجيا والذكاء للصناية أشكرك شكراً جزيلاً والآن مشاهدين الكرام ننتقل لمنجز لأهم مؤاكر الأنباء على رأس الساعة مع زميلة بسانت أكرم إليك بسانت شكراً لكم حبيبة وجاد موسيقى موسيقى موجزون لأهم وآخر الأخبار من القاهرة الإخبارية أهلا بكم أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن هناك حركة نزوح بمخيمي صبر وشتيلة إثر غارات لجيش الاحتلال على ضاحية الجنوبية بلبنان وأضف أن جيش الاحتلال نفذ نحو ثلاثين غارة على ضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية كما أفاد بأن الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على ضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط فندق الساحة ومنطقة برج البراجنا أكد حزب الله في بيان استهدافه فجر اليوم تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ومحيطها بالقليل الأعلى وهذا شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة لفتا إلى أنه أصابها إصابة دقيقة كما أعلن حزب الله استهدافه قوة لجيش الاحتلال توغلت في بليدة بقضاء مرجعيون بجنوب لبنان كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن حزب الله أطلق ثمانمائة صاروخ على إسرائيل خلال أربعة أيام أشرت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق وابل من ستين قضيفة صاروخية على كرياتشمونة شمال إسرائيل وأوضحت أن صفارات الإنذار دوت بمستوطنات لم يتم إخلاؤها في القليل الأعلى طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفيتالي بناتا بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني والقيادة الإيرانية وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أنه يجب ضرب مصالح النظام الإيراني الاقتصادية الرئيسية وإسقاطه قبل حصوله على الأسلحة النووية استشهد أربعة وعشرون فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف لجيش الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة من جانبه ادعى جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت مركزا للقيادة تابع لحماس بدير البلح أفدت وسائل أعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة عقابة في محافظة طوباص بالضفة الغربية بعد اقتحامها وكانت فصائل فلسطينية قد أشارت إلى أن مقاتليها خاضوا بالأسلحة رشاشة اشتباكات مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية في البلدة وأضافت الفصائل أن قوات خاصة من جيش الاحتلال حصرت منزلا في حارة السلم بالبلدة واعتقلت شابين فلسطينيين يدلي نحو عشرة ملايين ناخب في تونس بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية التونسية واتنافسوا في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس المنتهي ولاية قيس سعيد أفادت مصادر موالية لروسيا في دوناتك بأن القوات الأوكرانية قصفت المدينة اثنتين وخمسين مرة خلال اليوم الماضي ما أسفر عن إصابة ستة عشر مدنيا وأضافت أن كييف أطلقت مائة وثلاثة وسبعين مقذوفة من عيارات مختلفة وأوضحت المصادر الموالية لروسيا أدى القصف الأوكراني استهدف بحور جولوفكا خمس وأربعين مرة ومحور دونتك خمس مرات ومحوري دوكتور جيفا وديبالتي سيفو كل منها مرة واحدة موسيقى 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 انتهى الموجزة ومشاهدين وعودوا مرة أخرى إلى الزميلة آية لاستكمال باقي فقرات صباح جديد شكرا لك باسانت وهنروح من باسانت اللي جاد لإستكمال باقي فقرات صباح جديد شكرا لك والآن جولة في ملاعب العالم ومتابعة لأهم الأحداث في فقرة رياضية جديدة موسيقى 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 بأربعة أهداف مقابل هدفين موسيقى وفي البريمير ليج وقيمت أمس سبع مباريات ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي أصفرت عن فوز لكل من ليفر بول وأرسنال وبرانفورد وليستر سيتي منشيرسر سيتي أيضا ووست هام فيما انتهت مباراة واحدة بتعادل السلبي بين أفرتون ونيو كاسل وبذلك احتفظ ليفر بول بصدارة ترتيب دوري الإنجليزي بثمان عشرة نقطة بفارق نقطة واحدة عن منشيرسر سيتي وأرسنال أصحاب المركزين الثالث والثاني على الترتيب دائما تلحق هذه الجوالات بتصاعد وهبوط بعض الأندية وبعض الفرق كما نتابع وأيضا تقلق كبير للنجمة المصري محمد صلاح في المسابقات المختلفة أما منشستر يونايدد فللأسف لا يزال الهولندي إيريك تنهاج يبحث عن بصيص أمل لإخراج نفسه وفريقه من النفق المظلم وسيكون عليه مواجهة أستون فيلا المتقلق ليس فقط في الدوري الإنجليزي بل في الشامبينزيغ والخارج من فوز ثمين ومثير على من على بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا ذلك عندما يلتقيان اليوم في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم إذن يسعى بايرن ميونيخ المتصدر إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على وصيفه أينترخت فرانكفورت الذي شكل عقدة له في المواسم الأخيرة في لقاء قوي لقاء قمة يوصف ضمن المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا في كرة القدم يدخل الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الأول في صراع خاص ومقارنة مع النجم المصري عمر مرموش مهاجم فرانكفورت والذي يعني برز اسمه في الأونة الأخيرة نظرا لاعتلائه صدارة هداف أدوري الألماني أصبح مرموش هذا اللعب المصري وواحد من أهم نجوم المنتخب المصري أحد أهم عناصر نادي فرانكفورت ينجح في تسجيل ستة أهداف في هذه البطولة في أول خمس جولات فقط من الدوري الألمانية تصدر ترتيب الهدافين حاليا ومن خلفه يأتي هاري كين برصيد خمسة أهداف تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب دوتش بارك والذي سيكون مسرحا لقمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني عندما يواجه بايرن ميونيخ متصدر الترتيب مضيفه أين ترتيب فرانكفورت صاحب المركز الثاني وتعدل بايرن ميونيخ في الجولة الماضية على أرضه أمام بايرن ليفارتوزن بهدف مقابل هدف على الرغم من امتلاك العملاق البافرية للفرص الأفضل في اللقاء وبعد السقوط الأوروبي الأخير أمام السنفلا بهدف دون رد يحتاج البايرن للرد ولا توجد فرصة أفضل من مواجهة اليوم في ظل السجل التاريخي المميز الذي يتمتع به العملاق البافرية فمنذ الخسارة أمام فولفوسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف في يناير 2015 لم يخسر البايرن أي مباراة كمتصدر للدوري أمام صاحب المركز الثاني وخاض البافرية في تلك الحالة 17 لقاء منذ ذلك الحين حقق خلالها الانتصار في 11 وتعادل في 6 ويدخل هاركين مهاجم بايرن ميونيخ في صراع خاص مع عمر مرموش مهاجم فرانكفورت على اعتلاء صدارة هداف الدوري الألمانية وأصبح مرموش أول لاعب من فرانكفورت ينجح في تسجيل 6 أهداف في أول 5 جولات من الدوري ويتصدر ترتيب الهدفين حاليا ومن خلفه يأتي كين برصيد خمسة أهداف يعني عمر مرموش أصبح حديث الكرة الألمانية في الفترة الأخيرة ويعني بارز اسمه نظرا لهذا المردود القوي لنادي فرانكفورت وتصدره يعني هدافي البطولة البندزليجا سنتحدث قليلا أكيد عن عمر مرموش وصعوده بقوة صاروخ من لندن ينضم لنا المحلل الرياضي الكابتن ياسر الشنواني صبح عليه صباح الفولة كابتن وأكيد يعني مبسوط زيك زينا أنه في لعب مصري أيضا يعني موفق وبشكل ملفت ولافت للنظر في الدوري الألماني وأصبح ربما حديث الساعة في الدوري الألماني تصدره المشهد تصدر الهدافين إحراز أرقام فردية لنفسه جديدة مع ناديه كل هذا ربما يعطي زخم أكثر لهذه المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ والمقارنة أصبحت الآن بين عمر مرموش وهاري كين صباح الخير على حضرتك صباح الخير على السادة المشاهدين طبعا مباراة طوية جدا سنكون بين ملاق البافاري بايرن ميونيخ وإنتراكت سبانكفورد لكن لو تكلمنا عن تاريخ عن قيمة تسوقية سواء على مستوى اللعبين سواء على مستوى المدالبين أكيد تصدر مصلحة بايرن ميونيخ لكن احنا شاهدين أن إنتراكت فرانكفورد فريق طموح جدا كافر العمل بايرن ميونيخ وإن المسلم الماضي فبيحاول أن هو يحاول أن يؤدي نفس الأداء ويعمل نتائج إجابية زي بايرن ميونيخ وإن يمكن أحسن لكن حنقول برضو أن على مستوى المدالبين دينو توفمولر الألماني مدرب إنتراكت فرانكفورد عامل شغله كويس جدا مع الفريق بينسيد كامباني بعدما كان نجم كبير جدا وإسم كبير جدا متقلق مع المتخول الجيج رغم أن كان فيه انتقادات كثيرة جدا أن هو يقود بايرن ميونيخ لأن أنت كنت بتدرى صريق بحق بيرن لي في الدور الإنجليزي وبرني نزل للتشابنشيف فبعدين أن هو يقود بايرن ميونيخ صريق بحق بايرن ميونيخ فدي برضو كانت انتقادات كبيرة جدا بايرن ميونيخ زي ما شفنا في التقرير أنه طبعا يعاني اللقاء الأخير في الدور الألماني تعادل مع بايرن ميونيخ لباركوزن واحد واحد فسر من أسهم ضلة المتقلق في تشامزنيج لكن احنا شفنا أنت لك فرانكسورد يؤدي أداء رائع في الدوري الألماني آخر مباراة في اليوروباليج قدرنا هو نفوز على فريق قوي بحجم شكتاش التركي 3-1 لكن لو تلمنا عن نقطة عمر مرموش فاحنا طبعا فرحانين جدا ساما بنفرح كنا بصلاح بصلاح بنفرح حتى الوقت والأيام القادمة إن شاء الله عنفر حكتر وكتر كنا بنفرح بنيني بنفرح بنفرح بأسماء كبيرة جدا تقلق في الدوريات الكبرى فدلوقتي عمر مرموش بيؤدي أداء رائع مع انترارفت فرانكسورد ونشوف أن الأداء الباديية عمر مرموش ده أكيد في النهاية حيصبق مصباحة المتخب مصر كون أن عندك لعيب مصر دلوقتي يبقى متصدر قيمة هدافي بونزليجيا فدي تحديثاتها حاجة تدقوا بالفاق متصدر دلوقتي 6 أهداف يليه هاريكين بخمس أهداف لو بنتكلمنا عن هاريكين وعمر مرموش ومقارنا طبعا كلمة تسوكية تسوكية أصلحة هاريكين اسم كبير جدا نجم كبير جدا لعصة عنديها كبيرة جدا لكن فرق السن عمر مرموش لسه سنه صغير إن شاء الله بإذن الله أمام المستقبل كبير جدا تمنى تقلق كبير جدا عمر مرموش في مبارات القادمة وزي ما قلنا كل ده في النهاية حيصب الأصلحة المتخب مصر وده بيدي دفعة كبيرة جدا إن أسامي اللعيب المصريين في الدوريات الكبرى بتكبر أكثر وكثر وتلمع ويعني تثبت نفسها في كل المسابقات اللي بيشاركوا فيها قبل ما ننتقل الدوري الإنجليزي أداء عمر مرموش النهاردة ممكن يعني إيه بالنسبة ليه في سوء الانتقالات في الفترة القادمة خاصة أن هي مباراة مهمة أمام بطل من أطال الكرة الأوروبية لو كلمنا عن تقلق عمر مرموش نحن نتكلم عنه من المسم ده نتكلم عن عمر مرموش نتكلم عنه من المسم الماضي حتى في فترة الانتقالات الماضية كان فيه ناس كتير ويتكلم إن احتمال كبير إن عمر مرموش ينتقل للبريمير ليج وكان فيه أنديا كتيرا نحاول إن هي تستخطب عمر مرموش لكن تقلق عمر مرموش النهاردة في مباراة قوية أمام بريق قوي واسم كبير زي بير ميونيخ هتفق كتير معاه جدا وإن شاء الله بإذن الله إن قدر يتقلق النهاردة ويحرز أهداف هتفرق معاه كتير جدا فرق إيجابي في مصلحته طبعا مصلحت اسم المصر ومصلحت المتخب مصر في فترة الانتقالات القادمة كل توفيق لي عمر مرموش وأكيد أي لعب عربي كمان يؤدي بشكل لافت للنظر بيكون يعني مجال الفخر لنا جميعا خلينا ننتقل لدوري الإنجليزي والحديث أكيد لو هنتكلم عن أستون فيلا ومباراته مع مانشوستي رونيتد أستون فيلا يعني اللي قدر يتفوق على بير ميونيخ زي ما كلمنا من شوية هيقابل فريق يعني أصبح بائس في كل نواحي الحياة ليس فقط داخل الملعب يعني بشكل غريب وعجيب ومستمرة يعني تستمر سلسلة الخزلان لمشاجعة مانشوستي رونيتد موسم تلو الآخر كيف تنظر إلى حال مانشوستي رونيتد وحال هذه المباراة ووضعها على مستقبل ربما تنهج طبعا إحنا من كانوا عن دوري الإنجليزي دوري الإنجليزي متعته أن ما فيش حد يقدر يتوقع من اللي حايف سوى ومن اللي حايف سوى لكن احنا شوفنا نتائج كبيرة جدا لو نصينا على جدول الدوري الإنجليزي هنشوف النتائج اللي حصلت مباراة يعني فوز ليبربول أنصى على كريستال فلس بهدف جوتا وفوز أرسنال مباراة على ساوز هامتون 3-1 وفوز منشوست سيتي على فولان يخلى الدوري الإنجليزي زي ما هو ما فيش أي تغيير كان كل الناس منتظر بس نتيجة مباراة هيفرتون ونيو كاسل انتهت بالتعاب لأن لو نيو كاسل كان كذب كان ممكن يوصل للمركز الرابع لكن النهاردة فيه مباراة قوية جدا لأن احنا نصينا جدول الدوري الإنجليزي هنشوف ليبربول، مانشيسا سيتي، أرسنال، تشيلسي، أسون فيلا تشيلسي النهاردة عنده مباراة أسون فيلا عنده مباراة قوية أمام مانشيسا يونيتيت دي حيترتب عليها ميني اللي حيقصد ويقدر أنه يكون في المركز الرابع لأنه فرقين دلوقتي عندهم 13 نور لكن مباراة قوية جدا ستكون مباراة قوية ما بين مدربين ايريك تنهاج اللي هو فعلا أنا شايف أنه كان من الأول أنه هو تقصابه من الدورة الهولندي أنه يتدرب من فريق بحجم منشيسا يونيتيت ما قدرش يعمل مع نتائج قوية نتائج كلها سيئة جدا نتائج كلها سلبية ما حصلش غير الموسم الماضي أنه قدر يحصل على كاسل انجليزي كاسل التحاد الانجليزي وده اللي خلى إيريك تنهاج موجود في منشيسا يونيتي لغاية دلوقتي لكن شفنا النتائج آخر مباراة منشيسا يونيتي تخسر على ملعبه أمام توتن هام بثلاث أهداف وده كانت نتيجة ثقيلة جدا على فريق بحجم منشيسا يونيتي على الجانب الآخر بنشوف قناي إماري مدرب الأسباني اللي عنده خبرة كبيرة جدا في البرمين ليج لما كان بيدرب أرسنال وأدى نتائج إلى حد ما إيجابية مع أرسنال دلوقتي متقلق من ساعة مرجع لأسون فيلا متقلق مع أسون فيلا شفنا تقلقه كمان في التامبز ديج كان سبب أن أسون فيلا يوصل للتامبز ديج الموسم ده تقلق الموسم المباراة الماضية أمام فريق بحجم باير مونيك وقدر أنه يفوز على باير مونيك 1-0 هتكون مباراة قوية ما بين الألماني وما بين الهولندي لكن أنا شايف أن الكفة هتكون في صالح أسون فيلا لأن فريق قوي جدا مدرب قوي جدا لعيبة على مستوى عالي جدا أداء كويس جدا وقدم ثقة بالفوز الأخير على باير مونيك 1-0 إذن ليس كل من يدرب في المسابقات الأوروبية يصلح أن يدرب في البريمير ليج يجب أن تكون متمرسا أكثر في يعني دهاليز الدوري الإنجليزي للتعامل مع قوة هذا الدوري السريع والعنيف وربما مباراة اليوم ستؤكد هذه الفكرة أو هذه وجرة النظر هذه أشكرك شكرا جزيلا كابتن ياسر عشرواني محللنا الرياضي من لندن دائما معنا بكل الجديد أشكرك شكرا جزيلا كابتن ياسر بالحديث عن مباراة بارشلونة وألفاس في الدوري الإسباني ينتظر النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي مهاجم بارشلونة تسجيل الهدف رقم خمسين في الدوري الإسباني وذلك منذ وصوله إلى البارسة في صيف 2022 قادبا من بايرن ميونيخ الألماني ذكر الصحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية أن الهدف البولندي المخادرم ليفندوفسكي صاحب 36 عاما يمكن أن يصل إلى هدفه رقم خمسين في الدوري الإسباني في حال نجاحه بهدف شباك ألافيس بهدف واحد على الأقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا تقرير نوصل لنهاية فقرتنا الرياضية ولكن تستمر تخطيطنا أو يستمر صباح جديد في باقي فخراته لك يا رشا شكرا جاد وهنروح دلوقتي لحدثنا عن ذكرى نصر أكتوبر العظيم ولكن من الزاوية الفنية لعب الفن طبعا دور كبير في حرب أكتوبر وده من خلال تجسيد فرحة نصر أكتوبر وبث الحماز في نفوس المواطنين وقدر كمان أنه ينقل تفاصيل أحداث العبور والانتصار وفرحة الجنود وتضحيتهم المختلفة تعتبر الفن المصري قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وأيضا الغنائية بتجسد روح الحرب ونصر أكتوبر في هذا الأيام وفي تحقيق النصر في كل عام كما قامت طبعا الشركة المتحدة في إنتاج العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تجسد بطولات القوات المسلحة نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة لعب الفن المصري بكافة أنواعه الغنائية والسينمائية والدرامية دورا كبيرا في تجسيد انتصار أكتوبر المجيد حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من المكتبة الفنية المصرية والعربية حرب أكتوبر التي أعادت لمصر والأمة العربية كرامتها تعد الحرب الوحيدة التي خسرتها إسرائيل التي كانت تروج لنفسها بأنها تملك الجندية الذي لا يقهر ولكن كالعادة تحطم كل ذلك أمام قوة وبسالة القوات المسلحة المصرية الدراما المصرية لم تكن بعيدة عن توثيق وتخليد تلك البطولات فتسابق العديد من صناع الدراما لإنتاج أعمال تبرز الدور الوطنية والتضحيات الجليلة التي قام بها العديد من الأبطال المصريين فداء لوطنهم ومن أبرزها أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي وأبناء الصمت وحتى آخر العمر والعمر لحظة أنا معي شهادة طميلة ومن حق بلدي علي أني أشترك فمع بكثة دواجب يا فندي ما تحرمنيش مني في عملية الأمر النكحة دي أنا شخصياً باعتبرها مش أكثر من تدريب عملي بالدم على اقتحام إحداده شمخط برليل كما حققت الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية التي تجسد الصراع الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل نجاحاً لافتاً مثل رأفة الهجان ودموع في عيون وقحة ونجحت الشركة المتحدة من خلال عدد من الأعمال السينمائية والدرامية في تجسيد بطولات الجيش المصري مثل فيلم الممر والذي يعتبر فرصة كبيرة للأجيال الجديدة أن تتعرف على بطولات الجيش المصري يعتبر هذا اليوم تجسد الأفلام السينمائية والغنائية وتحيي هذا اليوم الذي فيه العزة والكرمة والنصر لنستفسر معنا ينضم إلينا من إسكندرية أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني بعد التحية سيد أحمد صباح النصر طبعاً والعزة والكرمة برأيك الأعمال الفنية والدرامية وأيضاً الغنائية كيف لها دور فعال وكبير في إحياء ذكر هذا اليوم يوم النصر لأكتوبر صباح الخير أولاً دايماً الفن هو نقدر نقول اللي بيوثق كل الأحداث الموجودة لن إحنا دلوقتي نتكلم على النصر الصبر العظيم بقاله للوقت 31 سنة خلال 51 سنة آسف 51 سنة هناك أجيال كاملة ما حضرتش هذه الحرب بتفتكرها عن طريق إيه؟ عن طريق السينما أو عن طريق الفن عموماً فمن هنا قادر أقول إن الفن ليه دور فعال أو كبير قوي في توثيق هذا النصر الحقيقة إن حرب أكتوبر يوم ما هبتدت في 6 أكتوبر 73 كان أول حاجة عملت بعد حوالي خمس ساعات أو ست ساعات كانت أغنية اللي هي أغنية وانا عرّ بابا بغني دي كانت أول أغنية تعملت في الحرب تماماً لحنها السنة بليه حمدي وغنتها الفنانة وردة يمكن الحرب ببتدت بتاعتين الظهر دي على الساعة 7 مثلاً كانت بتسجل هذه الأغنية طب استكمالاً أعطى فضل فضلي استكمالاً طيب سيد أحمد للأعمال سواء الغنائية السينمائية أو الدرامية حتى اللي قدمت فعلاً رؤية فنية مميزة ومختلفة حول نصر أكتوبر وإزاي ساهمت بالفعل في تعزيز الروح الوطنية في هذا الوقت؟ طبعاً السينما ساعدت بشكل أو الفن عموماً سواء سينما أو مسرح أو أغنية لأن ساعاتها التلفزيون كان لسه يعني هياخد وقت كل ده ساهم بشكل كبير جداً في رفع الروح المعنوية إذكاء هذه الروح في نفس الوقت نقدر نقول أنه هو كان بيواليهم بالأخبار لحظة بلحظة يعني أنا أذكر أنه أستاذ عبد الغفار عودة علي رحمة الله كان عنده مسرحية اسمها شدي حيلك يا بلد كانوا بيقولوا القرارات اللي بتنزل في الأخبار لحظة بلحظة وهم عادين في المصر يعني بيوقفوا المصرحية ويقولوا القرارات إيه اللي حصل قطع البترول الحاجات من جيدة بالإضافة أن ما ننساش للفن دور مهم جداً في الشحن المعنوي قبل حرب أكتوبر ودي كانت مرحلة صعبة جداً لها مرحلة حرب الاستنزاف ثم قبل عشر رمضان على طول وبعدها كان طبعاً الفن أدم أعمال كثيرة منها فيلم الرسالة لا تزال في جيبي العمر اللحظة بدور الوفاء العظيم وهكذا يعتبر سيد أحمد فعلاً الفن هو يوحي هذه الذكرى والجيل الجديد كما ذكرت أنه يعني يتناسى يومك هذا فالفنانين والأفلام والدراما والأغناء هو تشحن روح الوطنية في هذا اليوم لكن هل تعتقد أستاذ أحمد أن يساهم هذا الفن في تشكيل رواية تاريخية لحرب أكتوبر يعني كيف يمكن أن احنا نتعامل مع الفنانين في حقائق تاريخية بشكل فيه أكثر مسئولية هو طبعاً يمكن الأفلام التي تعملت كانت معظمها أفلام روائية فيها مشاهد حربية ولكن احنا طالبنا أكثر من مرة أن يكون فيه أفلام حربية اللي هي تتعبر عن المعارج بشكل صحيح يعني كما هي وعلى فكرة تصنع أكثر من فيلم عن قصص حقيقية سواء من ملفات المقابرات العامة زي فيلم صعود للهوية زي فيلم إعدام ميت ثم بعد كده ابتدينا نذكر الناس زي ما حصل في فيلم الممر في 2019 إنه بنذكر الناس بإيه اللي حصل وهنعمل إيه هنا بقى الفن عنده مهمة كبيرة جداً اللي هي تشكيل وجدان الشباب الجدد اللي ما حضروش ولسه عندهم الحالة مشوشة لا إحنا بنقدم لكم قصص حقيقية وبطولات حقيقية بحيث أن أنتو تعرفوا تاريخ بلدكو عن طريق الفن يعتبر أستاذ أحمد كما ذكرت الفن دوره هام جداً لشحن الروح الوطنية وأحياء هذا اليوم بطريقة تلمس القلوب على كل الناس نتابع الأعمال الفنية القادمة التي تحيي ذكرى هذا اليوم العظيم أشكرك كنت معي أستاذ أحمد سعد الدين الناقض الفني كنت معنا من الإسكندرية ليس مستمرين معكم في فقراتنا اليوم ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحقيقة طبعاً النهاردة مخصصين جزء كبير من حلقتنا لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وعلى مدار عقد من الزمان تكملت عناصر البناء والتنمية ودعائم الأمن والاستقرار على أرض سينة بالتحديد لتصبح منطقة وعادة في جذب الاستثمارات وده بيجي في ظل ما تملكه أرض الفيروس ومدن القناة من موقع فريد وحيوي ومن هذا المنطلق تصرعت الجهود والخطى للنهوض بالقطاعات الحيوية في سينة ومدن القناة بالتحديد حل المشكلات المتراكمة اللي كانت واحدة من مسببات عدم يعني نمو هذه المنطقة بسرعة يمكن كانت مرجوة أكتر من كده جودة حياة مهمة لتؤتي هذه الجهود بثمارها عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية وتحديد الأولويات والأدوات الفعالة بما يتلاقى مع احتياجات كل القطاع كان مهم جدا أن أرض الفيروس تاخد الاهتمام والتنمية والرؤية الاستراتيجية اللي تستحقها والحمد لله يعني يبتدينا نشوف ثمار هذا الجهد على الأرض صحيح يا جاد يعني شفنا طبعا تطور كبير جدا ومجهود عظيم من الدولة المصرية تجاه أرض الفيروسين ويعني مع الاحتفال بالذكرى الواحد وخمسين لانتصار أكتوبر بتشهد سيناء حاليا تأسيس لبنية تحتية متكملة بتسهم في الربط بين سيناء ومدن القناة ومختلف المحافظات علاوة على التنصيق بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أيضا بما يزيد من جدوى الجهود المبذولة وتوفير مقاومات الحياة الكريمة لأهالي سيناء وهو من عكس بدوره على إنجاح المشروعات القومية المرتبطة باقتصاد الدولة وأيضا دعم نظرة المجتمع الدولي لخطط الجمهورية الجديدة من أجل كنمية سيناء سيناء تلك الأرض المقدسة التي كانت شاهدة على الانتصارات في أوقات الحرب وارتوت أرضها بدماء الشهداء في حرب السادس من أكتوبر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين هي الآن شاهدة على التنمية الشاملة بعدما استردت مصر أرضها بدماء رجال القوات المسلحة وتضحية الشهداء منهم دخلت مرحلة السلام من منطق القوة لتبدأ بعدها معركة أخرى هي معركة البناء حاملة شعار سيناء العبور الجديد فالقوات المسلحة التي انتصرت في الحرب الآن تقف ذراعا قويا للدولة لتنفيذ مخططات الإعمار والبناء في سيناء الدولة المصرية أنفقت خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد عن سبعمائة وخمسين مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء وزاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمنطقة بنحو عشر أضعاف لتصل إلى ثمانية وخمسين مليارا وثمانمائة مليون جنيه العام المالي ألفين ثلاثة وعشرين ألفين أربعة وعشرين مقارنة بخمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه عام ألفين وثلاثة عشر ألفين وأربعة عشر مشروعات عدة تسير بخطى متسارعة ومتزامنة في سيناء على مختلف القطاعات وفقاً لإرادة سياسية مصرة على تحقيق التنمية والرخاء والسيادة التي يهابها الأعداء ويحرس على صداقتها الأصدقاء بطولات تتوارثها الأجيال وتضحيات يقدمها المصريون في سيناء من معركة التحرير من المحتل الإسرائيلي إلى معركة التطهير من الإرهابيين إلى معركة البناء والتعمير وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سعيد الكبير الاقتصادي أهلا بك دكتور أحمد وي صباح الكير عليك يعني بداية بعض التحية نحن الآن نتحدث عن سيناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر